نقلت وكالة رويترز عن مصدر في حماس قوله إن وفدا قياديا لحماس أجرى مباحثات مع مسؤولين أمنيين مصريين في القاهرة لمناقشة أفكار جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ذكرت وكالة فرانس بريس أن مسؤولا كبيرا في حماس كشف أن حماس منفتحة على مناقشة كل الأفكار والاقتراحات التي تقود لوقف الحرب والانتحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وصفقة جادة لتبادل الأسرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أصدر بيانا بعد اجتماعه مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين قال فيه إن إسرائيل تجري مفاوضات من وراء الكواليس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي هذا الصدد قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن قال يوم الأحد إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يتم التوصل إليه بعد لكن أصبحت إمكانية التوصل إلى الاتفاق أكثر من ذي قبل